الأخ حفيظ دائما فيما يتعلق بالتعليق الرياضي نلاحظه هناك متفرجين اللحظه هو أنه يغيب التعليق الحيادي في القنوات الفضائية لا سيما القنوات التي تابعة للأنظمة ومرات هذا تسمى معلق رياضي تلقى هو يؤثر على التعليق وحتى يؤثر على النفسية المتفرج إلى درجة هو أنه يولي هذا المتفرج ما يركزش على المقابلة المعلق ما هو هو اللي في النهاية راح يلعب معلق راه هو يعلق على المقابلة يقول لي هذا المتفرج يقول لي يخلي المقابلة ويقول لي هو مرات حتى يسلب في المعلق لحقنا هنا في واحد الوقت من الأوقات كما قد تقول أنه القضية الإذاعة وهذه وأنه واحد يزل البوست هذا ويكسره من كثرة التأثر بالتعليق عن المعلق كيفش يعني تقرأ هذه المسألة هذه هل ترى مثلا حافظ درجي يعني والناس هذو المعلقين رغم همي رائي وهذا الشعور أنت المتفرج لأنه أنت مرات يلعب له الأعصاب تاعه شوف كان فرق بين قناة محلية وقناة عالمية بالنسبة لقناة محلية لما تعلق على مباراة مولودية الجزائر واتحاد العاصمة أو شباب قسنطينة ومولودية قسنطينة مولودية تهران وجمعية تهران مباراة محلية لا يحق لك أن تكون منحازة كلما على قناة محلية لما يكون عندك فريق جزائري يلعب مع فريق كامروني هذا حقك شي طبيعي أنك مواقع شي طبيعي أنك ولكن يجب أن تعطي كل ذي حق حقها وينعم تتجاوم ممكن مع الفرص الفريق الجزائري والمنتخب الجزائري وتفرح بتسجيل الهدف ولكن بالاحترام تجاه منافس أيضا تجاه المشاهد احترام مشاعر واحترام ذكاء احنا في قناة عالمية ما عندنا شهد الأمر هذا قد تظهر بعض يظهر بعض التحيز ولكن ذاتي يعني أو انحياز مش تحيز أو تعاطف خلينا نقول يظهر تعاطف كمع أي فريق أو أي منتخب ولكن ليس بطريقات مفضوحة وطريقة بايدة يعني فاحنا ما عندنا شهد الأمر إلا لما يتعلق بمنتخب بلادي أنا منتخب أجنبي مش عربي فهنا مسموح لنا أننا نحبر عن مشاعرنا إذا كلاحظ في الفترة الأخيرة صارنا لما تكون مواجهة عربية نحط فيها معلق محايت تجنبا لأي الحساسية وهذه خيارات وهذا يرجع كذلك لطبيعة المعلق في حد ذاته وتكوينه وتقافته وكذلك فالمعلق هو إعلام منترجة الأولى والمعلق هو مش مربي ما نقولش مربي ولكن هو صانع رأي وهو صانع وعي فلا يجبك لعلى صانع رأي وصانع الوعي أنه ينحاز وراء مشاعر الخاصة